شنا حوال الاقتصاد ايوب الحفناوي او خليني نقول الفلتة في وضع بائس ايوب الحفناوي الويكاند اللي فاتت فرحنا كما العادة شنا وهي الحكاية ذهبية ثنين ثلاثة ياخوية مستنسين بيهم مترانين عليهم ايوب مغرقنا في الذهب سي ايوب زادت رشح الالعاب الاولمبية في باريس واللي ما يعرفش الالعاب كلمة الالعاب الاولمبية هي حلم كل شخص في العالم من اول نهار انترانمون في حياته هو يحلم يدخل في الالعاب الاولمبية نجاح البهر اللي يعمل فيها ايوب الحفناوي وعيني ما تضره خليني يقام في حاجة يمكن محكوش او محكوش او محكيناش عليها برشا يمكن تشخيص اخر من مشاكلنا في تونس اللي برشا مش معدلين عليه اللي هو صراع الاجيال في تونس تم حرب خفية بين الاجيال بينجيل يعرف بالضبط شنا هو المشاكل ويعرف بالضبط شنا هو الحلول وبينجيل مكبش ومحبش يسايد يا ولدي يزيك لا ما زلت مكمل يا ولدي راك مش تهد علينا الدنيا لا يا ولدي راهي افكارك قديمة وحلولك قديمة شاي وهذا اول واكبر سبب يخلي الناس تركب لبخورات وطيارات وتهجر على خاطر بلاد مسيطرين عليها بالحق الجيل اللي قديم يزيدي جينا الطامة الكبرى تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية امتاع الفين وستاش يزيدي عمق الازمة يعني تصور انت كل ادارة عندها سبعة وثمانية سنين مدخلهش ريكريتمون جديد يعني شاب جديد يعني نفس جديد يعني فكرة جديدة يزيدي يزيدوهم في سنوات التقاعد كهو حطموها الدنيا كمبليت مو يا سيدي اش علينا اعملت رعوينا في المشهد السياسي تلقيهم نسبة كبيرة يعملوا في السياسة اليوم بافكار بدعوها من وقت برقيبة تثمش كون شادد امين عام عنده واربعين سناء اشتحكي الحزاب في تونس عندها شباب يحكي باسمها مثلا ولا في صفوف الاولى لا ريتو الشاب مثلا في تونس في الدولة تقلدو زعراء لا شوية معناها ما تتحسبش كاتب دولة مدير مؤسسة عمومية مثلا مدير بنك عمومي رئيس جمهورية حتى الرئيس اللي طلعوه الشباب كيشد رياسة نزل يحط في الشباب الحبس صراعا عيشوا فيه ولا واحد من الزوز عرف في الحدود متاعه واحد شادد الصحيح واحد محبش يشد الصحيح في بلاد تطلع في فلتات كيما ايوب الحفناوي يا سيد الشباب قاعد يخلي لكم فيها واسعة وعريضة شنحوين الاقتصاد هو الفلتات كيما ايوب الحفناوي بالرغم من عددهم القليل لكنهم معبرين جدا ونجاحاتهم رمزية فيها رمزية كبيرة لانه كنشوفوا حالة المسابح مثلا كنحكيوا لأيوب الحفناوي كنشوفوا حالة المسابح في تونس تشوف هاو هنا بجنبنا المسبح الأولمبي بالمنزه شنو الحالة متاعه تشوف بنزارة المسبح كيفاش تشوف تقعد بها تقول كيفاش البنية التحتية المهترئة هذي تنجم تخرج أبطال تشوف ملاعب التنس تشوف قاعات التايكواندو تشوف حالة القاعات المغطات عموما تشوف كل البنية التحتية الرياضية مهترئة ما فيهاش هذا إذا كاني قابلة أصلا لكن بالرغم من هذي عندك فلاتات كما أيوب الحفناوي اللي كنحطوا الأمور في نصابها وما أنك بربي جبت للموضوع نحب زادها من بعد نتطرق للكا ملك الجزيري راك عندك حاجات اللي تلما يوصلوا بعاد اللي ما عادش قاعدين نقدروا في الناس هذية حق الإنجازات اللي قاعدين يقوموا بها أنت كنت تحكي تواعلى الوضعية أنا نوعية الأبطال كما أيوب الحفناوي وما زال أمامه الكثير من السنوات لحصد الذهب والفضة واللي يحب عليه نعتبرها ملكية خاصة النجم تطبق عليهم كلمة الملكية الخاصة شو معناه ملكية خاصة يعني شخص أبوه والدي أمنوا به ووفروا له الحاجات اللي ما تنجمش اللي نرمى الموت ووفرهم الدولة معناه نتصور أنه يعني ما نتصورش أنه هو كيمشاء أيوب الحفناوي التعامل مع الوضع كما هو باش يكون بالكفاءة هذي يعني في النهاية ثم ناس واقفة معاه ومأمنة به مني هو صغير محددته وماكلته وكل شيء هذا اللي كان يصير نرمى الموت مع كل يعني كل مهندس كل لعب كل لعب دينيس كل كل واحد منطقات هالبلاد هذي بالضبط وحاول هي في الفين وثمانية واليوم يعيش في أزمة كبيرة يسر هكا ولا ما تنجمش تشخص أزمة الفين وثمانية كما أزمة آآ الفين وثلاثة وعشرين بأي طريقة كما تنجمش نسبة التضخم تركيبة نسبة التضخم في أمريكا في الفين وخمسة نفس التركيبة في الفين وثلاثة وعشرين ما تنجمش دونك إذا كان كما يقول لك الصحفي بش يكون صحفي جيد يزمو يخدم برشة تيران والمشخص بش يكون مشخص جيد يزمو يخدم برشة تيران دونك أنا ما نعتقدش إنه ثم ناس قادر على التشخيص متاع الوضع غير الناس اللي عايش فيه ولي تعرفوا ما تنجمش تجي كما كما ثم كلمة قيلها صديقنا وأستاذنا نيس الوهابي قيل ما تنجمش تحسن في منخ الأعمال من غير ما تجيب جماعة الأعمال معناه بالضبط ما تنجمش أنت يجي تحكي على التكنولوجيا من غير ما تجيب الشباب بالضبط ما تنجمش ما ما عندك شكيفيش معناه و و و و و و وما تنجمش أنت تحب تطور بلاد وانت عامل تجميل في الانتدابات من الفين وستاش ري يا ري كاري كير ثلاثة رو الناس مش في بالهم احنا عنا برشة مواضفينة كهو ايه ما ما عندك برشة حاجات ناقصة توب انت بش تعمل شغور في عدة وضاء و حاجة اخرى ثم حاجة يحكي وعليه أنا فهمتيش يقولك اعادة توزيع الموظفين العمومين رو يمكن تمس آآ نسبة صغيرة اللي هما اللي هما العملة مثلا نلقوا اللي موجود معناها بوست اللي هو موجود في السبيتارات مثلا ما هو الفيرملي الطبيب رئيس قسم مدير السبيتار ما هيكة ولا نجمة مس ان وفري كان يخدم في السبيتار تنجب تهزو وزارة آآ ما نعرش وزارة ملك الدولة تنجب تهزو وزارة التربية اوكي وفري يخدم في السبيتار نجم اما اما التكنيسيتي ما تنجمش تبدلها معناها ما تنجمش تجي سبعة سنين ما تعمل حتى انتداب وتحب تحب افكار جديدة وحلول جديدة وهذاك على بروف انو هانا نشوفه في قوانين بتاع المالية نشوفه في القوانين نشوفه في المناشير نشوفه في المراسيم نشوفه لليوم لليوم ما زلنا نتعاركه على مجال الصرف لليوم آآ مدام حكيت على الانجازات عبدالسلام حد ادنى لأي تونسي متميز في ميدان مهما كان الميدان آآ كونه على الاقل يلقى الاحترام من الناس آآ مثلا نعطي لوكاء ملك الجزيري اللي هو لاعب تنس عدا مسيرة مميزة جدا وصلت خل التوب سنكانت في في الكلاسمن اتي بي وراهو باش نحكيه ورياضة كيمة تمنس تدخل فيها توصل للخمسين لولانين في العالم خاصة وانو مالك الجزيري في مسيرته تعرض الى اصابة كانت نجم توقف له الكاريير متاعه بالرغم ان هذا رجع وصلت خل في التوب سن وصلت خل في التوب سنكانت راهو ما هوش حاجة في متناول اي مكاك. ماشا. في الاخير الراجل وقت اللي يعلن اعتزاله. معناها بعض الناس تافهين الاسف اللي يتنمروا على المسيرة متاعه. الى الدرجة هذي. وهذا رأوا مش كان في في الرياضة في عدة مجالات اخرى تلقى ناس مو بدعين ومتقلقين وتلقى شكون ينبر عليه. تلقى شكون كينه معناها هو آآ جاب السيد من واذنه. والله يولي سمعني نقص عليك انس جيبر في الفين واثناش كانت كلاسية الف الف واثنين ولا الف وثلاثة. وكانت العبيد تنبر على انس جيبر هاي تخرج من التور الول ونشوف قسم بالله نشوف الكومنتارات معناه شي ضحك. آآ هاك هاي خرجت اليادية ما ديما مستان ستخرج من التور الول. وامبعد بشوية 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 من الف واثنين ولت اثنين رقم اثنين في العالم. آآ كلاسية اثنين في العالم. دونك آآ انا كي شفت آآ مالك الجزيرة يروا اول مصافحة للتوانسة مع التينيس. را موش مطاعنا التينيس بش نكلبوه. اول مصافحة للتوانسة. وانا مانيش نحكي بصفة رياضية ولكن بصفة اقتحام ميادين. انا يساعدني كتونسي مالك الجزيرة يلعب باسم تونس في 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 دورات كبيرة. ان يوصل توب سيكونت ويجي واحد ما نعرش ينجم يكون اكبر انجاز عاملو نخدم يتروه بطل وسط بلاد. ويجي نبر على آآ واحد من الناس اللي ناضلوا وخدموا. احنا نعرف واش معناها رياضي في الرياضات الفردية. معناها ما عندك ما تجاوبه. معناها وانا بصراحة احزن كثيرا لانو الناس تخدم تخدم تخدم. وفي آآ نهاية المسيرة متاحها نوعا ما وكأنها تهمل. بطريقة منهجية كما آآ اللاعبة يا ربي آآ اللي تلعب المبارزة بالسيف. اللي آآ آآ بوبكري. ينس بوبكري. اللي هبتت فيديو يبكي. قاسما بالله يبكي. معناها بالطريقة والا 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 والتصرفات والا. دونك ما هذي كان جاء عنا نفس جديد و و و و و افكار جديدة. عمرنا ما نتعاملوا مع آآ مع ابطالنا مهما كان حتى المهندسين والطبة وال. ما نتعاملوش معنا بطريقة دي. شكرا لك عبد سلام الهرشي هذي كان